حسابات كولر مدارب الاهلي وجميز مدارب الزمالك في هذه المباراة السوبر الافريقي شايفها ازاي خطة اللعبة ممكن تبقى مختلفة ازاي عن اللقاء لجماحهم السنة اللي فاتت طبعا ازاي ما احنا عارفين ان كولر واجه جميز مرتين مرة في نهاية كاس مصر عشرين تلاتة عشرين ومرة في الدور الاول من المثابة الدوري اللي فاز بيز زمالك اتنين واحد والاهلي كان فاز بيز زمالك اتنين صفر طبعا المباراة دي هي تلاها حسابات مختلفة اولا اخر مباراة جمعت بين الفريقين الاهلي كان عنده غيابات كتير يعني ممكن تسع غيابات مش هيكونوا موجودين النهاردة تسع غيابات كان عن الفريق هيكونوا موجودين النهاردة تمام بالنسبة لنهاية الكاس انا شايف انها كان سيناريو مختلف خلاص عن نهاية الكاس الاهلي بيلعب على مبدأ واحد هو الفوز وتحقيق اللقب والصقر اللي هزيمته من 30 سنة قدام الزمالك نفس الحال الزمالك عايز استعيد مكانته في الكرة السمراء وتتويجه بلقب كرة جديد خصوصا انه غايب عن يعني يعني مكسبش الاهل من 94 الزمالك لعب الاهل عشر مرات في البطولات افريقيا ستة فوز للاهلي وتلاتة تعادل وفوز واحد للزمالك كان في السوبر افريقيا 94 فجميز بيلعب على نفس الاسلوب ونفس الطريقة لعب الاهلي مع اختلاف الاشخاص الاهلي بيلعب 4-3-3 والزمالك بيلعب 4-3-3 مع اختلاف الاشخاص والادوار بتاعت نصر ملعب في كل فريق حلو اكيد كل فريق نفسه هو اللي يكسب اكيد طبعا